موسيقى كل ما فينا هو من الأمة وكل ما فينا هو للأمة حتى الدماء التي تجري في عروقنا ليست ملكنا هي وديعة الأمة فينا متى طلبتها وجدتها الغانطون سعاد بمقولته هذه المسافة الفاصلة بين النظرية والتطبيق فمارس البطولة وظفر بشرف الموت من أجل عقيدته يوصف بالرجل الاستثنائي الاستشرافي الذي قد لا يتكرر فكان الغائب الحاضر في فكره وطرحاته الكثير ليناقشه وقد لا يسعفنا لا الوثائقي بثلاثية أجزائه ولا الحلقة الخاصة هذه لبحثها بتفاصيلها ولكننا سنحاول سنحاول المرور على نظرة سعادة للحياة التي لا تكون إلا في العزة وللإنسان المجتمع الذي نادى به وسنمر على مفهوم النهضة كباعثها وعلى فلسفته المعروفة بالمدرحية كفلسفة أصلية لا تقليد فيها ولا استرادة وعلى حق الصراع الذي لا تنازل عنه للذين يبشرون بالسلام ويهيئون للحرب وكأن الزمن لم يتغير إن الحياة كلها وقفة عزيز إن موفق هذا لذلك الوقت العصيب هو هو موفق الأمة لا هير مشاهدين في هذه الحلقة يسرنا النصديف الأستاذة في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية دكتور عاطف عطي كما يصرنا النصديف النائب السابق ومؤلف كتاب الأبعاد القومية لوحدة سوريا الطبيعية الدكتور طارق الخوري ونزار سلوم الكاتب السوري ومؤسس موقع سيرجيل أهلا بكم ضيوفنا الكرام وأبدأ معك دكتور عاطف صفات عداء تطلق على أنطون سعادة منهم يطلقون عليه بالمفكر بعالم الاجتماع الحزبيون المنتمون للحزب السوري القومي الاجتماعي ينادونه بالزعيم حضرتك كيف يمكن أن تصف وتصف أنطون سعادة بداية أولا اسمحي لي أن أعبر عن بالغ شكري وامتناني لوجود معكم اليوم كما أن أعبر عن شكري وامتناني لقناة الميادين لأنها أتاحت لنا فرصة التعرف إلى أنطون سعادة من خلال هذه الثلاثية التي أضاءت جوانب متعددة من شخصيته ومن نضاله ومن عمله ولولا هذا الجهد لم استطعنا أن نصل إلى معرفة هذا القدر من المعلومات عن أنطون سعادة وعن نضاله القومي الاجتماعي لا شك في البداية من القول أن أنطون سعادة هو مفكر اجتماعي مناضل هذا التعبير الذي أحب أن أطلقه عليه مؤلف من المفكر ومن المناضل الذي اقترنا عمله بتفكيره لا يمكن لأي واحد مننا تعمق في فكر أنطون سعادة وعرف مقدار نضاله في هذه الحياة وتقديم حياته ثمنا لهذا النضال إلا أن يقول بأن سعادة هو مفكر ومناضل في الوقت نفسه استطاع أن يجمع بين النظرية والممارسة في الوقت عينه يعني نحن نعلم جميعا أن كل أو جل أفكار أنطون سعادة باعتباره مفكرا نشأت أو ظهرت للعلن من قلال نضاله العملي يعني عندما أنشأ الحزب السوري القومي في البداية قبل أن يكون الحزب السوري القومي الاجتماعي في سنة 1932 وانتنان عشرين ثاني وانتنان عشرين ثاني كان يعرف تماما ما يريد ولكن أتباعه من كل الفئات الاجتماعية من أعلى الهرم إلى أدنى ما كانوا يعرفون إلا العموميات في نظرته الاجتماعية وفي ممارسته العملية فكان له أن قدم في البداية المبادئ الإساسية والإصلاحية بال1935 على ما أعتقد ومن ثم سمحت له ظروف سجنه أن يضع كتابه المهم جدا نشوء الأمم بال1936-1937 تقريبا ومن ثم المحاضرات العشر التي في الأربع فيه تقريب 47-48 وطبعا الأدب الذي مارسه كتابة وعملا من خلال تأسيسه للجرائد أو لكتابته في الجرائد والمجلات إن كان في لبنان أو في المهجر وهذا كله ترافق مع تطور مسيرة الحزب السوري القومي الاجتماعي حتى وصل به الأمر إلى أن ختم حياته بال1949 بـ 8 تموز نتيجة محاكمة ظالمة أودت به ولكنه بقي في ضمائر مؤيديه وأعضاء حزبه والكثيرين من الناس الذين عرفوا بظروف سجنه ومن ثم اعتقاله ومن ثم محاكمته بهذه السرعة الرهيبة ومن ثم إعدامه أيضا سوف نمر دكتور عاطف على فكره الذي اقترنا مع العمل التطبيق لكن أسمح لنا أن نتحاول إلى دكتور طارق خوري من عمان دكتور طارق أي علامة فارقة أتى بها أنطون سعادة ما الذي رأاه في زمانه ولم يراه أو لم تراه القيادات السياسية والحزبية وقت ذاك بداية الله يمسيكم بالخير أهلا بك أشكر قناة الميدين على الوثائقي الجميل الذي أعطى فكرة عجز جميعا عملها بداية أنطون سعادة ما كان إنسان عادي يعني هو صاحب كارزمة مميزة هو المفكر هو الفيلسوف هو عالم الاجتماع هو الفدائي وهو الشهيد يعني كل تركيبة ما وصفت أنطون سعادة فيها هي التي ميزته عن باقي الناس حياته كانت مميزة كما استشهاده يعني حياته تدرس حياته كان فيها مفاصل هامة واستشهاده كانت قصة لم تحصل قبل ولا بعد فكره وفلسفته فتحوا مجالات عديدة للنقاش وضحها بنفسه لأجل أمته ولما تحدث ما الذي جلب على شعب هذا الويل أيضا هذا السؤال خلى يفكر بالمستقبل ويحاول ينظر إلى المستقبل أنطون سعادة فكره فكر بالخطر الصهيوني من أول الناس فكر بالخطر التركي أيضا من أول الناس تحدث عن الأطماع العربية في منطقتنا وعن الوهابية أيضا من أول الناس فكان هو مفكر عميق نظرته دائما إلى الأمام استطاع فيها كسب كل أصحاب العقول وكل أصحاب الفكر في منطقتنا أيضا إذا بنا نحكي عنه الذي أثر في حياة الناس شخصيته يعني الكارزمة التي كانت موجودة عنده ليس طبيعية قوته ليس طبيعية حبه للتضحية لم يكن طبيعي اسمح لي ننتقل إلى سيد نزار سلوم سيد نزار إذا ما ردنا الدخول في فكر أنطون سعادة وطروحاته ما هي منطلقات فكره وربما هنا لا يمكن إلا المرور على أبرز كتب أنطون سعادة إن كان نشو الأمم وإن كان أيضا الإسلام في رسالتيه ما هي منطلقات فكره هل 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 تسمحي لي بالعودة قليلا إلى من هو أنطون سعادة بالتأكيد لأنني أخشى أني سأخالف قليلا برأيي الشخصي لم تعد الصفات الأكاديمية ولا النخبوية كافية لوصف أنطون سعادة لأنني أعتقد والحلقات الوسائقية عرضت ذلك أن أنطون سعاد بسيرته الملحمية أصبح رجلا ملحميا يستمد ملحميته من هذا الجانبين من جانب قدرته على رؤية المستقبل ومن جانب رؤيته من عمقه التاريخي ومن سيرته الملحمية تحديدا بالنسبة للكتابين سيدتي النشوء الأمم هو الجزر العلمي للعقيدة القومية الاجتماعية حسب قراءة الدكتور نصيف نصار يرى فيه الجزر العلمي وكان ضروريا ما أسسه سعادة بهذا الموضوع بأنه يضع جزرا علميا للعقيدة القومية الاجتماعية في التعاقب الزمن الإسلام في رسالتيه هو كتب بعد المبادئ الإصلاحي ماذا يعني ذلك الإسلام في رسالتيه هو مجموعة مقالات أدت إلى إنتاج تلك السقافة القادرة على حماية مبادئ من نوع فصل الدين عن الدولة فصل الدين عن الدولة هي عبارة من أربع كلمات ولكن لا يمكن وفق سعادة لا يمكن هذه المبادئ أن تكون حاضرة ومنتصرة في المجتمع دون ثقافة حاضنة برأيي الشخصي أن الإسلام في رسالتيه يشكل هذا المشروع العظيم المطروح على الأمة لإنتاج توافق أو لإنتاج رؤية موحدة لموضوع مختلف عليه من أكثر من عشر قرون وبالتالي هو مشروع وخلاص سوريا ويكاد يكون الوحيد وهو من أبهى المشاريع التي طرحت على المجتمع السوري دكتور عطف أعود إليك مما يقال عند التطارق إلى أنطون سعادي بأنه باعث نهضة وليس فقط منظر لفكر ماذا يعني ذلك عمليا ماذا تعني النهضة عندما نقول أنطون سعادة والنهضة وهل أتى بإصلاح اجتماعي أم أتى بثورة اجتماعية وأيضا مضاف إليه لديه فلسفتها الخاصة وهي المدرحية وهي فلسفة أيضا تقولون بأنها أصلية لا اقتباس فيها ولا تقليد ما هي هذه الفلسفة لا شك لا شك في البداية من القول أن أنطون سعادي يتميز بفردانيته في العلاقة التي ربطها بين فكره وبين التزامه العملي لتحقيق هذه الفكرة هناك الكثير من الفلاسفة وعلماء الاجتماع الذين نظروا في المجتمع وفي عناصره وفي تفاعلاته ولكن لم يصلوا إلى أن يمارسوا فكرهم من أجل أن يطبقوه أو من أجل أن يبعثوا من المجتمع الذي ينادون به أو يصفونه بأن يكون مجتمعا واقعيا هو فعل ذلك فعل ذلك من خلال بحث علمه رصين في البداية انطلاكا من سؤالين يطرحهما كل مفكر سوسيولوجي وأنا أتكلم هنا باعتباري سوسيولوجي أكثر من اعتباري أنتمي إلى فكر أنطون سعادي سوسيولوجيا عندما أطرح السؤال التالي من الذي جلب على شعب هذا الويل هذا الويل الذي وصل إلى حد الانفراط الكل في المجتمع بانقساماته المذهبية والعائلية والطبقية ووائل آخره ووصل إلى حد الانهيار علما أن بلاد الشام أو سوريا أو الهلال الخصيب أو بلاد الرافدين مجتمعتها مع بلاد الشام كانت من المجتمعات المجدهرة على مر التاريخ ويحق له أن يسأل هذا السؤال من الذي جلب على شعب هذا الويل ليصل إلى هذا الدرك من الانحطاط ومن ثم طرح السؤال التالي من نحن واعتبر أن الجواب عن هذا السؤال يقتضي منه أن يبحث في مسألة المجتمع ما هو المجتمع وكيف يتشكل المجتمع وهل الناس ينتمون إلى مجتمع واحد أو ينتمون إلى مجتمعات متعددة وما هو الشيء الذي يحدد تميز مجتمع عن مجتمع آخر قبل أن يضع كتابه نشوء الأمم نظر إلى المسألة انطلاقا من فكرة موجودة في رأسه على أنها فكرة يجب أن تكون واقعية وهي فكرة أن الأمة السورية هي أمة واحد وأن المجتمع السوري هو مجتمع واحد وأن هذا المجتمع هو متشكل من زمن قديم منذ ما قبل التاريخ حتى اليوم وإلى آخره على المستوى الأسئلة المبادئ الأساسية ومن ثم المبادئ الإصلاحية التي عليها أن تنظم هذا المجتمع وأن تضعه في مستوى المجتمعات المتقدمة والراقية لهذا السبب هذا الاقتران المذهل بين الفكر القومي الاجتماعي من ناحية وبين الممارس القومي الاجتماعي من ناحية ثانية وهذا التقارب الذي لا يمكن أن يحصل في أي مكان من العالم بين الفكر والممارسة هو الذي جعل أنتون سعادي أن يكون هذا الرجل الأسطوري هذا الرجل الملحمي كما سماه صديقي نزار لهذا السبب كانت نظرته المجتمعية أو نظرته الاجتماعية هي عبارة عن نظرة تنظر إلى الإنسان باعتباره مادة وروح لا يمكن أن تنفصل المادة عن الروح فيه وهذه المادة وهذه الروح هما متشكلتان في بيئة اجتماعية معينة يمكن لهذه البيئة أن تكون صغيرة على مستوى المتحد الأصغر إلى أن تصير المتحد الأتم أو المتحد التام والأتم هي أكبر من التام التي هي الأمة وهي كما رأاها أنتون سعادي بعد درس وطمحيص شديدين بعد أن نظر في كل علماء الاجتماع هذا هي المدرحية نعم على المستوى المدرحية التي لا تنفصل عن تعريفه للمتحد وعن تعريفه للمجتمع الإنساني باعتبار أن المجتمع الإنساني هو النوع من الاشتراك في الحياة في بقعة زغرافية محددة يعني يعطي أنتون سعادي للزغرافي أهمية كبرى ويعطي للتفاعل اليومي والاشتراك الصفة الأساسية في تكوين المتحد الاجتماعي إن كان على المستوى المتحد الصغير أو على مستوى المتحد الكبير والمفصل الأساسي في هذه الفكرة هو أن المتحد هو الذي ينتج كل ما له علاقة بالتفاعلات الإنسانية على مستوى الفن والأدب والتاريخ والجغرافيا والعادات والتقاريد وإلى آخره وسأبقى في نفس الفكرة ولكن مع دكتور طارق خوري دكتور طارق كما قلنا في الوثقيقي أنطون سعادة الغائب الحاضر هناك مصطلحات وعبارات تأخذنا مباشرة إلى أنطون سعادي ومباشرة إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي منها الإنسان المجتمع لا الإنسان الفرد والقومية على اعتبارها جماعة من البشر تحية حياة موحدة المصالح وموحدة المصير هل عفى الزمن على هذه الطرحات أين هذه الطرحات في زماننا هذا بالتأكيد الزمن يؤكد الطرحات أنطون سعادة أنطون سعادة لما تكلم عن القومية تكلم بشكل فريد غير مسبوق لم يتكلم عن القومية العنصرية لم يتكلم عن القومية الاستعمارية لم يتكلم عن القومية المربوطة باللغة أو بالعرق وأيضا كان له مصطلحات خاصة بمفهوم القومية وكانت خاصة فيه هو قومية أنطون سعادة التي طرحها كانت فريدة من نوعها وكانت فكر جديد في عالم السياسة أو في عالم الفلسفة أنطون سعادة بالتأكيد كان ضد الفردية وعمل ضد الفردية ونحن للأسف اليوم نشاهد في حالنا سبب ما نحن فيه هو الفردية التي قضت على العديد من الدول وعلى العديد من حتى الأحزاب السياسية وشتتت العالم القومية التي تحدث بها أنطون سعادة هي تصلح لأمتنا ولما نتحدث عن الأمة السورية وقوميتها هي أمة فريدة في كافة تركيبتها يعني ما نحكي في جغرافيتها في مواردها في طبيعة البشر في طبيعة الناس في هذا المكان في وجود المياه هي يعني وحدة كاملة متكاملة حتى النفط وحدة كاملة متكاملة تستطيع القيادة لو نظرنا إلى كل المناطق حتى في العالم التي يمكن أن يكون فيها وحدة قومية لا ولن نجد وحدة طبيعية بمواصفات الأمة السورية التي تحدث عنها الزعيم والتي وصفها يعني أفضل وصف وكان يعني في هذا الشأن الناس في هذا الوقت لم تكن تتحدث عن هذا المنطلق بالقومية فهو كان مبادر بفكرة القومية الجديدة التي خصص بها أمتنا السورية وأبقى في مسألة الهوية القومية معك سيدة نزار سلوم هناك أيضا الهوية المشرقية أين تتقاطع هتان الهويتان وأين تفترق في الواقع يعني لفظة المشرقية طارئة على القامو السعادة لا علاقة لقامو السعادة بالمشرقية بالمشرقية على الأطلاق المشرقية كلمة فضفاضي أحيانا يقصد فيها الإطار الجيوسياسي الذي يصل إلى إيران وتركيا والجزيرة العربية موضوع الأم السورية مختلف في هذا الإطار لكن دعيني أقول لك إذا ردنا أن نبحث عن الفكرة المركزية عند سعادة يمكن كثيرا كما قال الدكتور عاطف والدكتور طارق بحقول الفلسفة والسياسي والأدب ممكن أن نصل إلى الكثير من النزاة والمصطلحات الدالة التي تحيل إلى سعادة ومنها الفلسفة المدرحية ونظرته إلى الحقيقة وإلى آخره لكن برأيي الشخصي الإنجاز المركزي لسعادة هو في مشروعه الأساس الذي قدمه إلى أمته والذي عبر عنه بالعقيدة القومية الاجتماعية التي برأيه هي التي تسمى بالمبادئ ولكن بالمعنى الفلسفي هي نظام وجود الأمة كما يرى سعادة عبر عنه الدكتور عاطف بأنه مجتمع واحد أمي واحد إلى آخره هذا يعني هو نظام وجود هو من شقين شق هو شق متعلق بكيف هذه الأمة يجب أن تكون اللي هو نظام وجود الحياة والتاريخي والشق الأخر من الذي سيكون في هذه الأمة الذي هو الإنسان الجديد أو الإنسان المجتمع لأنه لا يمكن للإنسان العتيق أن يكون ساكن في النظام الجديد مستحيل بيخرج بيرجع بيخرج الإنسان العتيق لا يؤمن بالوحدة الإنسان العتيق لا يعرف ما هي ميزات الوحدة لا يعرف ميزات العقل الحر لا يعرف ميزات الإبداع لا يعرف إلى آخره فإذا في شرطين شرط أن يتغير النظام الجيوسياسي للأمة ويعود إلى مركز واحد ومجال واحد والشرط الآخر هو أن يكون هذا الساكن إنسان جديد لذلك لا يمكن دون تأسيس بيئة متكاملة بيئة ثقافية معينة أن ينجح أي نظام نقترحه لهذه الأمة رح أعطيك مثال بسيط ولكن أجبني قبل سيد نظار لازلنا مع الإنسان القديم في هذه الحالة طبعا طبعا الإنسان القديم هو الذي لا يزال مسيطر في سوريا لأنه لأنه بالمواصفات السعادية لا يمكن الإنسان لا يمكن الإنسان الطائفي أو لا يمكن الإنسان الطائفي أو المذهبي أو الكياني أن يكون بمواصفات الإنسان الجديد يستحيل أو المتسلق أو المتسلق أو الانتهازي أو المتسلق أو الانتهازي أو الفردي أو إلى آخره فإذن رحلة إنتاج الإنسان الجديد هي شرط ضروري وحاسب لا يمكن أن تح لاحظي 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 سيدتي ما هو مأزق المقاومة الآن مقاومة المشروع الصيوني أن في جوار العمل المقاومة سأتحدث يمكن بسهولة أن تقلبي يعني فيك تقلبي شعب على فكرة المقاومة من أين ما هي المرتكزات اللي بتخليك تكون عندك الشجاعة أنه تكون ضد مثلاً عمل مقاومة منهم تستمديها منهم من شو بتستمديها القوة بتستمديها من شعورك بأنه ممكن تنفصلي عن هذا العمل نعم ممكن يعني عنديك شعور أنه فيك تنفصلي عنه عنديك شعور أنه أنت مكتفي بنفسك الميزة الإنعزال عندك أقوى من ميزة الوحدي هذا الشيء نعم وضحت الفكرة سيدة نزار اسمحوا لنا ضيوفنا الكرام النذب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود مشاهدين ابقوا معنا لو سمحتم ناقف اليوم أمة حية وأنقفتم شرفاً أم وحيدين رجالكم القائدون والمهضة في السجون مكتلين ولكن رؤوطهم مرتفعة وإرادتهم صادقة وعزيمتهم صادقة لا يحنون هاما ولا يوقعونك شيئاً يدل على تراضع أيدي شارة إن لي كلمة أريد أن أدونها للتاريخ وأردف يكرر لي كلمة أريد أن أدونها للتاريخ وأن أسجلها التاريخ سمعته يقول أنا ليهمني كيف أموت بل من أجل ماذا أموت لا أعد السنين التي عشتها بل الأعمال التي نفذتها هذه الليلة سيعدمونني أما أبناء عقيلتي فسينتصرون وسيجيء انتصارهم انتقاماً لموتي كلنا نموت ولكن قليلين منا من يزفرون بشرف الموت من أجل عقيلة يا خجل هذه الليلة من التاريخ من أحفادنا من مغتربين ومن الأجانب يبدو أن الاستقلال الذي سقيناه بلمائنا يوم غرسناه يستقسي عروقنا من جديد أهلاً بكم من جديد مشاهدين الكرام ونجدد الترحيب بضيوفنا الأستاذة في لداب العلوم الإنسانية والاجتماعية دكتور عاطف فعطية وأيضاً أن أبا السابق ومؤلف كتاب الأبعاد القومية لوحدة سوريا الطبيعية الدكتور طارق الخوري وأيضاً نزار سلوم الكاتب السوري ومؤسس موقع سر أجيل أهلاً بكم ضيوفنا من جديد وأبدأ معك مجدداً دكتور عاطف هناك ثماني مبادئ أساسية وضعها عن طولنا سعادة ولكن البعض يستشعر الخطر من المبادئ الخمسة الإصلاحية كونها تضع الأصبح على الجرح وربما من خلالها أخاف الداخل كما الخارج فصل الدين عن الدولة منع رجال الدين من التدخل في السياسة مع هذين المبدأين ما الذي قفز إلى الواجهة الدولة العلمانية الدولة المدنية أم المواطنة فقط لا غير أنتون سعادة بوضعه للمبادئ الإصلاحية بدأ أولاً بما هو يشكل المشكلة الأساسية في كيانات الأم السورية هي مسألة الاختلاف الديني والمذهب نحن نعلم أن الأديان الثلاثة التي نعرفها نشأت في منطقة المشر التي كان في الهلال الخصيب أو في الجزيرة العربية ومنعرف أنه هالبلدان هذه هي موئل الفكر الديني بالمعنى الإيماني وبالمعنى الشرعي إن كان على مستوى المسيحية أو اليهودية أو الإسلام وبسبب التنوع الديني والمذهب في البلاد السورية اعتبر أنتون سعادي أن هذه الأديان إذا كانت هي وحدها الواجهة المسيرة لشؤون الناس في حياتهم اليومية لا يمكن أن تكون هناك وحدة لا يمكن أن يكون هناك تفاعل وحدة في الحياة اليومية ولا في الحياة الوجودية فحاول أن يفصل بين الدين باعتباره إيمانا وباعتباره ثقافة إيمانية ومعتقدية وبين الدولة باعتبارها شأن سياسية والشأن السياسي كما نعلم في الممارسة وخصوصا في منطقتنا هي مفسدة اجتماعية السياسة عندنا بكل بساطة هي مفسدة اجتماعية وبما أنها دخلت في الدين والمذهب فأصبح أيضا الدين والمذهب يمارس باعتباره سياسة وليس باعتباره مسألة إيمانية ودينية لهذا السبب كان اهتمامه شديدا في الفصل أولا بين الدين والسياسة من ناحية ومن ناحية ثانية كان يريد أن يقول بالفم الملآن أن رجال الدين والمستفيدين من المسألة الدينية هم الذين يريدون أن يكون المجتمع متفتتا على الأساس الديني والمذهب إذن ماذا عليه أن يفعل في هذه المسألة عليه أن يكف أيدي رجال الدين مهما كان شأنهم من أعلى القمة إلى الأسفل إلى قاعدة الهرم على المستوى الديني إلى الكاهن أو الشيق أن ينتبهوا إلى أمورهم الدينية إلى أمورهم الإيمانية إلى أمورهم التي تدعو إلى مكارم الأخلاق إلى المحاولة في رأب الصدع بين الفئات الاجتماعية بين غنيهم وفقيرهم بين طبقة عليا وطبقة الدنيا ليصل المجتمع إلى أقصى ما يمكن من الاقتلاف ومن الوحدة على المستوى المجتمعي لهذا السبب كان هذان المبدئان هما الأساس في مبادئه الإصلاحية في مبادئ الحزب الإصلاحية لأن الدخول في المسألة السياسية مهما كان النظام السياسي لا يحدد أنتون سعادي النظام السياسي في الأمة على الأمة أن تبين أن تظهر ممارستها السياسة بما يأتلف مع وجودها القومي مع مصلحتها القومية على هذا الأساس كان يعتبر أن المسألة السياسية هي شأن قومي في الأساس أن المسألة الدينية هي شأن قومي في الأساس أن المسألة الاقتصادية هي شأن قومي في الأساس أن الثقافة المجتمعية هي شأن قومي في الأساس هذه المسائل من أهم ما طرحه على المجتوى السيسيولوجي أنتون سعادي عمتة في السلاسينيات والأربعينيات من القرن العشرين هذه المسألة لم يصل إليها إنسان في العالم العربي إلا منذ ستم центven سيني ابن خلدون عندما فصل القول في المجتمع الإنساني بين مجتمع بدوي ومجتمع حضري وكيف ينطق المجتمع البداوي إلى مجتمع حضري وما هي الكماليات وما هي الضروريات وكيف ينتقل المجتمع من ضروري إلى كمالي ومن ثم يصبح الكمالي ضروري إلى آخره هذه المسائل لم يطرحها أحد على المستوى السيولوجي إلا ابن خلدون وأنتون سعادي وهناك وهناك أيضا ويمكن أن يكون قوميا لا أعرف يمكن صديقي نزار بيعرف نزار سلوم يوسف شلحد يوسف باسيل شلحد هو مفكر اجتماعي سيولوجي مهم جدا حلا به ولكنه عاش في المنفع عاش في أوروبا وقدم إنجازات ضخمة في مجال السيولوجيا وهناك مكان في أحد كتبه بيعطي خمس صفحات لأنطول سعادي من كتابه ونسؤولهما هذه المسألة مهمة جدا تنعرف أن المبادئ الإصلاحية هي المبادئ التي يجب تحت خطان تحت يجب أن تلتأم مع المصلحة القومية ومع وجود الأمة التي عليها أن تؤمن مصلحتها قبل أي شيء آخر حتى قبل أي فرد من أفرادها ربما أكمل في نفس السياق ولكن مع نقطة أخرى معك دكتور طارق خوري في خطاب ألقاء أنطول سعادة في الأول من حزيران من عام 49 أي قبل استشهادة فقط بـ 38 يوما يقول تقوم اليوم في الجنوب دولة جديدة غريبة كنت أترقب قيامها ولكني كما أعلنت قيام تلك الدولة أعلن اليوم محق تلك الدولة عينها ليس بقفزة خيالية وهمية بل بما يعدها الحزب السوري القومي الاجتماعي من بناء عقدي وحربي يجعل من سوريا قوة حربية عظيمة تعرف أن انتصار المصالح في صراع الحياة يقرر بالقوة بعد أن يقرر بالحق من خلال هذه الجزئية أسمح لي أن أسألك لماذا أنطول سعادة طرح المسألة الفلسطينية وليس القضية الفلسطينية من المهم أن نفهم هذه الجزئية بداية وأيضا حدثنا قليلا عن منطق القوة الذي نادى به أنتون سعادة في الصراع ولكن من منطلق الحق أنتون سعادة طالب بالقوة وطالب بجيش قوي يعني كان يؤمن بهذا الشيء وكان يعد العدة لبناء جيش قوي قادر على القضاء على الاعتداءات واحتلال جنوب سوريا هو عندما تحدث عن الحركة الصيونية طبعا أنا قلت في بداية حديثي تحدث قبل وجودها وقبل على الأرض وقبل بدأها بالعمل المباشر على أرض فلسطين ونبه إلى ذلك وقال بأن هذه مسألة سورية يعني لم يصفها بقضية منفصلة هي جزء ككليكيا والإسكندرون هي كباقي الأراضي السورية المحتلة أنتون سعادة تحدث بقوة وعنفوان وأيضا قاوم ويوجد شهداء قوميين على أرض فلسطين ضد هذه الأطماع الصهيونية والطواطئ العربي والغربي باتجاه احتلال الأرض الفلسطينية أنتون سعادة تحدث موسعا عن المسألة الفلسطينية بشكل رئيسي وأعطاها جزء وأحد كتبه كانت متخصصة بالمسألة الفلسطينية كانت المسألة الفلسطينية من الأخطار التي هدد بوقوعها على أمتنا أنتون سعادة كما تحدث عن خطر التركي والخطر الوهابي فكان متنبه لهذه الأخطار القادمة وهذا الاحتلال القادم لذلك طالب بقوة ردع قوية وطالب بجيش وقاوة بتدريب وطالب بسلاح لأجل هذه المسألة نعم وبرأيي هناك مسألة شامية ومسألة لبنانية وكل ذلك من ضمن قضية الأمة السورية أذهب لك سيد نزار سلم الديمقراطية هي قضية الأمة السورية وهذه جزء من كيانات هذه الأمة لذلك هي مسألة الأردنية والمسألة الفلسطينية بالأخير نتحدث عن كيانات لأمة واحدة سيد نزار سلم الديمقراطية ليست وصفة خارجية وهي مصطلح ديناميكي متغير من الديمقراطية التمثلية إلى الديمقراطية السيادية إلى الديمقراطية التشاركية هناك الديمقراطية طرحها أنتون سعادة وهي الديمقراطية التعبيرية ما المقصود بها وما مدى قربها وبعدها عن الديمقراطية التي نعرفها التي هي الديمقراطية تمثيلية الأمر مرتبط أساسا بفلسفة تأسيس النهضة القومية الاجتماعية لأن التأسيس السعادة لم يؤسس حزب كي يحصل من الواقع ما هو موجود يعني في أحزاب تنشأ على أساس الواقع كما هو قائم واقع طائفي مذهب إثني إلى آخره لتحصل منه ما هو متيسر وفق القوانين الموجودة في الواقع فالفلسفة التأسيس أساسا تغييري لما هو واقع هو تغيير الواقع ومن ثم تحصيل قوت للواقع فإذا بالأساس الأساس المسألة مرتبطة بمفهومنا لما هو موجود ما هو موجود هل يمثل مهما كان هذا الواقع القائم اليوم إذا اعتبرت أن الموضوع الديمقراطي التمسيلي التي تمثل هذا الواقع تمثل ماذا؟ تمثل هذا التبقع الهائل الموجود في المجتمع اليوم وكما كان سابقا المجتمع السوري بكياناته المختلفة هو مجتمع متبقع بقع 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 إلى آخره ينشأ فيه نظام سياسي يقوم على مبدأ الديمقراطيات التمسيلي المعروفة التي في الغرب تسمى الديمقراطية التمسيلي ولكنها قامت على أساس مبدأ الدول القومية بكون مجتمع واحد لأن سعادة يحتم بأن الدولة الديمقراطية هي دولة قومية حتما لا يوجد ديمقراطية بمفهوم سعادة خارج إطار الدولة القومية تصبح مثل منطق توازع لحصص معينة من هذا الواقع العفل اللي بالأساس بده تغيير فإذا أولا أولا يجب إنجاز التغيير الاجتماعي الكامل لحتى تقدر الدولة تصير توصل إلى مرحلة قومية عندها تصبح الديمقراطية تصبح الديمقراطية تعبر فعلا عن إرادة الشعب لأنه كيف اليوم مثلا بلبنان كيف أنا بنتخب على أي أساس على أساس طائفي طيب وين هل الديمقراطية هي صندوق الاقتراع لا صندوق الاقتراع مينما كان بيعمل صندوق الاقتراع العصابات بس بدأت انتخب زعيم لألا بتعمل صندوق بترمي في صوت يعني مش صندوق الاقتراع هو الديمقراطية ولكن على عتق من يكمن التغيير سيد نزار أو يقع التغيير على عتق من يقع التغيير اليوم يقع التغيير علينا يقع التغيير أنا برأيي على مشروع سعادي لأنه هو اللي بيحمل المضامين الحقيقي لهذا التغيير هلأ هذا موضوع لماذا لم نتمكن هذا موضوع آخر ولكن برأيي المشاريع المطروحة الموجودة من قبل الاستقلال اليوم لم تتمكن من إنجاز هذا التغيير يعني ما هو موجود في لبنان هو التوافقات تعرفية أنت توافقات كاذبة منافقة يعني نسمي التعايش ما هو موجود مثلا في دولة مثل مثل الجمهورية العربية السورية أو العراق كان الدولة مركزية واحدية تستطيع بقوة القاهرة أن تلجم التناقضات مع أي اهتزاز معين سياسي بفجر التناقضات وهكذا حصل فلا الدولة المركزية التي كانت قائمة بجمهوريتين كبار قدرت تلجم التناقضات ولا المنطق التعايشي الديمقراطية التوافقية السائدة في لبنان نعم التناقضات فإذا تحتى نوصل الديمقراطية تحتى نوصل الديمقراطية يجب إنتاج المجتمع الواحد القومي حتى يصير معبر عن الإرادي العامة للمجتمع دون ذلك لا يوجد ديمقراطية دكتور عاطف فاطي عرف عن أنطون سعادي بأنه استشرافي بأنه رؤيوي كيف يحضر أنطون سعادي اليوم فيما تشهده المنطقة هذا بداية وبالتالي إلى أي حد اليوم هناك حاجة وضرورة للعودة إلى فكره كما يقول البعض وكما قال أيضا سيد ميزار سؤال مهم جدا شكرا على السؤال لماذا؟ لأن المسألتين المركزيتين التي علجهما سعادة على امتداد تاريخ نصاطه هي مسألة الاقتصاد ومسألة مواجهة العدو الذي يتربص بنا شرا هاتين المسألتين كانتا هما مرتكز تفكيره المسألة الأولى هي أن العالم العربي ليس فقط الأمة السورية أو الهلال الخصيب العالم العربي بأكمله غني بالمواد الأولية هذه المواد الأولية لو استصلحت واستعملت وسخرت من أجل تنمية العالم العربي لا أصبح العالم العربي في مقدمة العالم الحضاري والتقني وكل ما تريدين أن تقول حول موضوع التقدم الإنساني والمسألة الثانية هي كيفية مواجهة العدو الصهيوني الذي ليس فقط يتربص شرا بأمتنا بل اقتدم منها جزءا كبيرا ويحاول أن يقدم الأجزاء الباقي ونحن لا أعلم تماما اليوم وعلى امتداد حياتنا اليومية كيف يعملون من أجل أن يمنعوا قيام أي إمكانية للتوحد أو للتحالف من أجل مجابهة هذا الخطر تصور اليوم ما يحصل في العالم العربي على أمتداده أن البنية الذهنية أولا هي بنية مبنية على أساس لا عقلاني على أساس إيماني على أساس بنية دينية والبنية الدينية تفرز انقسامات لأن عندما أنتمي بالدرجة الأولى إلى مذهب من المذاهب الدينية فمن الطبيعي أن أحبذ هذا المذاهب وأن أدافع عنه حتى الممات وكذلك الحال بالنسبة لغير من المنتمين إلى مذاهب وطواف أخرى إذن هذه المسألة تعيق أي إمكانية للتقدم من أجل مواجهة العدو المشترك لكل الطواف والمذاهب والأديان الموجودة في منطقتنا لهذا السبب هنا نجد استشراف سعادة لمسألة الاقتصاد القومي من خلال الإحاطة بكل ما لدينا من إمكانيات مادية وأولية والمسألة الثانية هي وجوب مجابهة العدو مجابهة العدو وعمل كل ما يمكن من أجل أن يكون عدونا المشترك هو عدو دكتور طارق نحن أمة وقفة بين الحياة والموت ومصيرها متعلق بالخطة التي نرسمها والاتجاه الذي نعينه فتاريخ لا يسجل الأمان ولا النيات بل الأفعال والوقائع أين هي هذه الأمة اليوم يعني بالعكس أنا أرى أن فكرة هذه الأمة الآن هي الأقوى منذ إعدام أنطون سعادي لماذا الآن أثبت لنا أن كل الويلات أثبت الزمن والأحداث أن كل الويلات وكل الأزمات الاقتصادية السياسية الاجتماعية الجغرافية سببها عدم وجود هذه الأمة وعدم قوة هذه الأمة كل يوم كل ما يحصل حاليا في سوريا في العراق في لبنان في الأردن يؤكد بأن الابتعاد عن هذه الفكرة التي تحدث عنها الزعيم ونبه إليها وهدد بخطر أن تدوب أو أن تبتعد عنها عاد الآن إلى الواجهة وهذا دليل بأن هذا الفكر يصلح لكل زمان ومكان الآن إذا نطلع على محيطنا العربي إحنا محيطنا العربي التي هي الأمة السورية أين خلاصة؟ خلاصة بالقومية خلاصة بالسورية الطبيعية خلاصة بالوحدة خلاصة من كافة المشاكل في كل جزء في كل كيام من هذه الأمة هو نتيجة لابتعادنا عن القومية وابتعادنا فالأمة السورية بالعكس الآن لأن فكر أنطون سعادة أنا أكررها يصلح لكل زمان ومكانه كل يوم نشعر بحاجتنا إلى هذا الفكر وأن تطبيق هذا الفكر هو الذي يخلصنا من أزماتنا ونكمل في نفس الإطار معك سيد نزار المشاريع التفتيتية التصادمية لا تنتهي في المنطقة هل من إمكانية لإنعاش مشروع أنطون سعادة وكيف نتحدث عمليا لا نظريا عمليا أولا برأي لا بديل لماذا لأنه لأنه ما هي الأوصاف الموجودة في الأمة التي تمنعنا من الأخذ بمشروع سعادي كل الأوصاف الموجودة التي كنا نصفها بالأمة المبقعة فوضى عملاقة استراتيجيات دولية وأقليمية متزاحمة أرض مسلوبة شمالا وشرقا وغربا إلى آخره إنسان عتيق متفكك مجتمع متفكك أمراض إلى آخره التراجع اقتصادي كل الأوصاف الموجودة إلى ماذا تشير تشير إلى ضرورة الأخذ لماذا نقول ذلك إذا كنا ننصفه بأنه رجل استشرافي فالاستشراف هو رؤية المدى إلى أوسع ما يمكن فإذا هذا هذا يشير على الأقل إلى أن كان الرجل كان يجرس على منصة عالي تحت عم يشوف أبعاد وكان عنده منظار قوي تحت عم يشوف بدقة فإذا كان هو بهذه المواصفات الاستشرافية التي كانت موجودة عنده ألا يعني ذلك ألا يدفعنا ذلك إلى الأخذ بمنصته وإلى الأخذ بمنظاره لحتى نعالج هالواقع القائم الموجود بالمعنى العملي بالمعنى العملي في الواقع الموضوع معقد جدا معقد إلى أبعد حد وبرأيي الشخصي يجب الانطلاق من نقطة محددة نقطة نقطة قادرة على أن تنتج هذه المعادلة الصعبة جدا فيها توافق ما بين الجغرافيا السياسية والإنسان الجديد وهذه تخضع لترتيب أولويات بأعتقد مرتبطة بالمشاريع الخطرة فالأخطر 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 المحيطة فينا سوية وبالتالي موضوع ما بأعتقد بسهولة فينا نحط له برنامج العمل المتساوي طبعا شكرا جزيلا لك ولكن أنا لا أرى طريق آخر وأشدد لا أرى طريق آخر شكرا جزيلا لك سيد نزار سلوم الكاتب السوري ومؤسس موقع سير جيل كنت معنا من كندا وأيضا شكر موصول سيد لدكتور طارق خوري كنت معنا من عمان النائب السابق ومؤلف كتاب لأبعاد القومية لوحدة سوريا الطبيعية وأيضا لك دكتور عطف عطي أستاذ في الأداب العلوم الإنسانية والاجتماعية شكرا لكم ضيوفنا الكرام وشكرا أكبر لكم مشاهدين إلى اللقاء إن الحياة كلها وقفة عزين إن موقعكم هذا ربالة الوقت العصيب هو هو موقعكم الأمة لا هي لقد أتمنت رسالة وسأختمها بدأ اشتركوا في القناة